اشتركوا في القناة منها ثلاثة بنجاح اجتازهم الاهلي بثلاث انتصارات هامة جدا استطاع النادي الاهلي انه يقترب على مرمى نقطة وتنقص المباراة من القمة لينهي الدور الاول باذن الله لو فازع المقاولين انه متصدرا ومنفردا بالدوري هو اقوى هجوم واقوى دفاع في علامة تدل على كثير من الامور الفنية ايضا انتهت السنة الماضية بكثير من الاحداث لعل اهمها طبعا انتخابات مجلس ادارة جديد والكثير من الامال المعلقة على هذا المجلس وايضا ما تحقق كثيرا منه في الفترة الماضية يستحق ان احنا نقول للمجلس السابق شكرا اجتهت ولكن نبغي الاكثر والمزيد عنواني اليوم غير عنواني الحلقة عنواني انا اخويا هايس وانا لايس اما اخويا اللي هايس فالاستاذ ابراهيم منيسي هو هناك يحدث يحضر اجواء مليئة ومفعمة بالامل والاحتفالات في دبي يغطي لنا الكثير من احداث وكواليس مباراة السوبر مع النادي الاهلي وانا هنا لايس لاني افتقد كثيرا افتقد واحد تعود ان انا اما اطلع مع حضراتكم يكون رفيقي وشريكي نساند على بعض عشان نطلع لكم الحقيقة الدامغة التي لا تقبل المساوامة ساكتهد وباذن الله نخرج كلنا هيصين في هذه الحلقة حلقة هتبقى استثنائية لانها اولا استثنائية لانها تواكب بالامس سنة كاملة من عودة ملك وكتابة على شاشة قناة الاهلي هنستعرض الشكل الجديد والقضايا الجديدة والاهتمامات الجديدة بالاضافة الى الاهتمامات الراصخة والدائمة معانا ما تخافش على الاهلي والدفاع عن قضاياه ولكن ايضا حاولنا نستحدث ما هو جديد ونكمل عليه السنة دي باذن الله وحنتبعا حنعرضه هنا ده فيما يخصني فيما يخص حضراتكم هتقدم معانا حلقة مميزة سوبر يا اهلي باذن الله اشتركوا في القناة